في المقابل اعتبر وزير المالية علي عبدالأمير علاوي أن الورقة البيضاء عادت التوازن إلى الاقتصاد العراقي وذكر الوزير خلال مشاركته في فعالية منتدى الدوحة للحوار الدولي إن أهمية الورقة البيضاء تتجسد بإعادة التوازن للاقتصاد العراقي ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للعراقيين ليعيشوا حياة كريمة باقتراح مجموعة من الإصلاحات والسياسات الشاملة